والجزء التاني لو ما حضرتك تمسك اللي ايه الاحزان بتاعت المصريين افتاح السيسي ما اعلنش الحداد على الناس اللي ماتت مبارح ليه يا عم امه مش مصريين مش المبروض تعليل الحداد اه زملائنا جابوا جابوا الرصده جزء من هذا الرصد كان يعني مجهود من الاخوة الزملاء وجزء منه كان موجود على الفيسبوك لنحق الناس في سنة خمستاشر السيسي حد على مين اعلن حداد على عبدالله وليه النعم في ستاشر اعلن حداد على ضحايا كدريد العباسية في سبعتاشر اعلن حداد على اه الناس اللي ماتت في ماري جيرجس وماري مرقص في اسكندرية في تسعتاشر اعلن حداد على مين على السبسي في ستاشر لما ماتت ربعمية وشوية بمركب رشيد سلامتك ولا حد عمل حداد في تسعتاشر لما حصل محطة مصر محطةش حد في تسعتاشر محطةش حد فين في اه على حد في اه معهد الاورا ليه بقى لان حداد رخيص تتزعلن مني صح انا 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 كلنا اعني وبعدين نضل لحايا احنا عوزين بعد كده يخلي بالك المولد كم واحد ماتوا يعني كم بيقولك عشرين انا انتي انا اكتر من ستين هو السؤال كم واحد مات في المعهد جوه خلي بالك ما حدش بات في المعهد اما ايه اللي حصل في المعهد الواجهة تغيرت طب هكشفلك على سر تعرف ان المقاولين العرب تواجدت في المكان قبل ما يعلن ايه اللي حصل يعني بعد ما قالوا ان فيه تفجير كانوا اخدين البتاق ده معناه ايه معناه انه كان فيه شغل موجود حل من اتنين عشان ما كنش يعني كان فيه شغل اصلا بيعملوا في الواجهة وده كلام انا قلتم بارح كانتشغلين في الواجهة فعلا بيرميهم فيه اشياء وما قالك ايه يلا تهور وجواز مع بعضيهم نعمل ايه نعلن عن حملة لترميم المعهد حل كويس انا احيي هذه الروح الوطنية بجد واحيي كل مواطن شريف يتبرع ويتبرع ويتبرع للمشروعات ديت سليم بس هو السؤال يا الفلوس اللي تلمت دي كم تعرف كم مليون تعرف يا استاذ سبعين مليون يعني اقل من ميزانية الدولة بشوية ميزانية الدولة كم تمانين اللي بتصرف على المعهد من ميتين وخمسين لتلتمائة مليون يعني لو بيعنا طيارة من طيارات عفتاح السيسي هيغطي الكلام ده كل تعرف كده ولا لا لو انا مصروفاتي كلها على بعضها ميتين وخمسين بشحت مية وتمانين والدولة بتديني سبعين يبقى كله ربع مليار جنيه الطيارة بكم يا استاذ بالجنيه عارفوا مش عارفة اللي اربعة بستة مليار تبقى الواحدة بكم بمليار ونص اقسم المليار ونص على ربع مليار يبقى المليار يعمل كام اربع سنين والنص يعمل سنتين طيارة واحدة يا سيسي بس طيارة واحدة تغطي المعهد بميزانيته كاملة ست سنين ما بقى في حساب بقى ضعيفة اول صارت خريجي ادبي دخلت كله الطب بالوسطى او والله ست ستين طيارة واحدة تخيل بقى لو سبنا مش عارفة طيارة كمان ده ايه بقولك الطيارة ايه الرئاسية اللي هو ايه لابنحارب بيها ولا حاجة ولا من عشان ما تقولش ان انت بتاخد من فلوس الجيش عشان المصر تتهزم لصالح تركيا والكرام الفارغ ده سواك وانه اقولك عند اربع طيارات ايهم باي نحسن منه اهو جبالك تاني اهو اهو والله الناس دي زي الفل والله الله انا انا محسود بيكم اتفضل ابي ايه اقرأ بيه طيارات السيسي تلاتة ايه تلتو بيت ميزانية المعهد سنوية اربعة ايه ست تلتو ميزانية على الاربعة لو حط اللي اربع طيارات هنغطي ميزانية المعهد كم سنة خمسة سبعين سنوية عادية طيب بس اعليك سؤال بسيط جدا كم تبرع عبدالفتاح السيسي لحملة انقاذ المعهد طيب اقولك هتسر بس تقولش لحد مش انا قلتلك ان هم يعملوا حملة او والله يعملوا حملة وهيحولوها الى بروباكان ده وعاوزيني ينقول للمعهد بس متقولش لحد فضل يا سيدا لو انت بكين ويطلع ياولاب يتكلموا عن ايه عن الاورام والمعهد ويطلع الراجل ويتكلم ويحصل حوار والمعهد ده ما يشلاقي ايه اكل واين التبرعات واين الخيرين ونشيل المعهد ده نبيعه ونخلي المرضى اللي فيه ونحاول نلم قرشين ونعمل ايه المعهد الجديد اللي هو فين اللي على كم فدان فيه الشيخ زايد جواه خمس مية خمس مية هنحنا بقى طلعين من مصرات وطمر الشباب وخسرانين وطلعين الان ايه ابونا وبنعمل رحلات والله يا استاذ بيعملوا رحلات للعاصمة الادارية الجديدة بابنتين و 19 جنيه تطلع عن رحلة تصلي في الكنيسة تصلي في الجامعة تصلي في اي ده يا تاخدك وتشوف المسجد الكبير وتلف في السحرة وترجع وتاخد سندويتش وصمونا اه والله عايزيني يليمنوا فلوس هيموتوا على الفلوس